فعل فاضطرين نلبس قلنا احسن نلبس رغب اننا نقلنا المقطع قبل ما باي نصور ما شاء الله اليوم نزير مزرعة جامعة ما بين امرين ما بين المناحي لانتاج العسل وما بين اشجار الفيفاي صراحة مزرعة جميلة جدا جدا وين هذه في تنوف مع الاخ محمد السالمي وما شاء الله على الانتاج الاخ محمد كم عدد الاشجار اللي موجودة عندك هنا ما شاء الله يا كلا استاذ داود تقريبا ثلاثمائة شقرة ثلاثمائة شقرة كم عمر هنا الحبيب محمد هذه الاشجار عمر هنا تسعة اشهر تقريبا الحين تسعة اشهر ما شاء الله الانتاج اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الحبيب محمد بدت الاثمار تقريبا بعد كم شهر بدت الاثمار تقريبا بعد خمسة اشهر بعد خمسة اشهر وبديت تقطف بعد كم شهر القطف بعد ثمانية اشهر يعني تقدر تقول من شهر بدت عملية القطف تقريبا كم الانتاج اليومي للثلاثمائة شقرة هذه تقريبا الانتاج اليومي تقريبا 150 كيلو يومي يوصل ما شاء الله 150 كيلو يوصل نعم الحمد لله إذن يعتبر من الانتاج التقاري التقاري نعم كم من الأبعاد ما بينه الحبيب محمد الأبعاد مترين إلى مترين وثلاثين هل كافية تشوف البعد هذا؟ السيد داود تشوف دايما هو المعيار المعيار خصوبة التربة إذا التربة خصبة يمكن حتى بعد أكثر عن مترين وثلاثين حتى إلى مترين ونص ما شاء الله المفروض بعد المفترض لأنها شوف من الداخلات وهي أنا قايب ورقة ما شاء الله أشوف كيف طولها اللهم صلي وسلم شوف ورقة طويلة طويلة يعني يمكن يكاد بطولي أنا الورقة هذه فيعني يعتمد على الخصوبة إذا الأرض عندك خصبة ممتازة تقوم بعملية المباعدة أنا شوف أصدقني حتى ثلاثة متر يعني المفروض يكون أبعدك ذلك لأنها شوف ما شاء الله على الكثافة اللي عندك انتهت الأخ محمد تسقي في فترة الصيف يوميا يوم بعد يوم يوم بعد يوم كفاية لأن الأرض عندك طينية الأرض طينية ودائما كل ما تقاربت لشجار تحصل تحافظ على رطوبة تحت أسفل السماد اللي مستخدم منه الحبيب محمد السماد بقر سماد بقري نعم المكافحة على أخ محمد المكافحة هي مكافحة دائما مكافحة ويقائية عندك ثلاث مرات مكافحة الشيط يعني أنت ثلاث مرات نعم أي مبيد في البداية أي مبيد مبيد عناكبي مبيد عناكبي وبعد ذلك نفس الشيط مبيد عناكبي مع اللي هو البياض الدقيقي مكافحة ضد البياض الدقيقي آه آه إن زين هل النحل يسرح في زهور الفيفاي؟ نعم يسرح يسرح يأخذ منه الرحيق لكن ما هو ما سبب في عمليات تلقيح هذا ذاتي التلقيح تلقيح ذاتي نعم هذا ذاتي التلقيح الحبيب محمد هل السقيك يكون غمر؟ بالغمر نعم بالغمر ما بالتقطير بالغمر نعم أشوف كأنه مرفوعات الأشجار فيها رفعة رفعة هذا اللي بعد الماء عن السق الرئيسي نعم نعم الآخ محمد أيضاً لاحظت عندك هنا إصابة هذه هذه إصابة أي إصابة الخمفساء التحميض كيف تتكافح مع هذه الإصابات مثل هذه؟ هذه مكافحة دائماً رمي الثمار اللي فيها الإصابة آه إذن تخلص منها وباشرة بطريقة تكون حتى بالحرق أو حتى بداخل الكيس بالحرق أو الكيس يكون ما تتكاثر خمفساء التحميض فيها جميل جداً الآخ محمد شفت هنا شيء بعض الأشجار مقطوعة هذه كانت فيها إصابة فيروسية آه للتكرفوس يجي معاه التكرفوس نعم فالأفضل أنك تزيلها باشرة أول ما تشوف أنه عندك الإصابة تزيلها خلص منها لأن الأفضل يعني دائماً لأنه ممكن عشرات تنقلها من شجرة إلى شجرة أخرى نعم ممكن المشاهد يستغرب ليش لابسين حقيقة لابسين للحماية للحماية فقط هي للحماية نعم أيواو ولا النحل هو ماهجومي طبيعتك؟ هو النحل ماهجومي خصوصاً فترة الصباح النحل في الحقول يعني آه لكن كحماية كحماية وتعرف الحين أنت لبسنا الاضطرارة لأن العامل شغال في الحقل واستثار النحل آه إذا كان العامل يمكن نعم أيواو يمكن يلسع النحل ما لي ممكن يلسع أنت يقول الحقيقة سام حمد مو سوى حال مصورنا مصور خض علاج أيواو مصورنا كان ما لابس وصراحة تعاطدت بعض النحال في الأنف نعم وقدر الله ما شاء وفعل فاضطرينا نلبس قلنا أحسن نلبس رغم أن نقلنا المقطع قبل ما باي نصور بهذا اللباس الحمد لله رب العالمين واستاذ محمد يمكن الناس يبغير شوفوك لازم نخوز عدة القناع خوز القناع بالتصوير بمرة وهذا حنو حال سيفتي كان يعني هذك حال سيفتي حال سيفتي بس زي وتوعان يجينا مرة لا لا ان شاء الله ما يجينا توعان مرة